مرحبا بكم كان العالم ينتظر صباحا اليوم خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعرفة الكيفية التي قتل بها خاشقجي ومن أصدر تعليمات بذلك لكن المفاجأ أن هذين التفصيلين لم يتضحا في الخطاب أردوغان قال إنه غير مقتنعا أن المسؤولية يتحملها فقط 15 شخصا كانوا موجودين في تركيا وأنه يرغب في محاكمتهم على الأراضي التركية الجريمة ما كانت نتيجة حدث عفوي بل كان مخطط لها ونمتلك أدلة قوية تثبت ذلك ولا شك أنني لا أشك في مصداقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فإن هذه الجريمة جرت في مدينة إسطنبول أنا أقتلق بأن تتلم مقاضات 18 شخص المتهمين أي 15 زائد 3 في مدينة إسطنبول وفقا لرواية أردوغان فإنه في 28 من سبتمبر أيلول زار خاشقجي القنصلية ثم تم إخبار فريق الاغتيال بهذه الزيارة ثم طار فريق من موظفي القنصلية إلى الرياض تابعوا ما وقع في الأول من أكتوبر 21 أي قبل يوم من اختفاء خاشقجي وصلت مجموعة من السعوديين إلى إسطنبول واتجهوا إلى الفندق بينما فريق آخر من السعوديين اتجه إلى غابة بلغراد أردوغان قال إنهم هناك رجال اتجهوا إلى القنصلية وهم رجال من المخابرات وأطباء ومواطنون سعوديون في اليوم التالي الذي تلى اختفاء جمال أي في الثاني عشر الثاني من أكتوبر 21 خمسة عشر سعوديا كانوا بإسطنبول وقت الجريمة قاموا بنزع شرائح الذاكرة أو ما نسميه الهارد ديسك لكاميرات المراقبة واتصلوا بخاشقجي للتأكيد على موعده في القنصلية في اليوم نفسه أي في يوم اختفاء خاشقجي التحقيقات التركية تؤكد خروج رجل بملابس خاشقجي من القنصلية وأن جثة خاشقجي سلمت لمتعامل أو مقاول محلي هذا ما تؤكده السعودية أردوغان قال إن الجريمة وقعت بشكل وحشي سيلحق الضرر بضمير الإنسانية هل هي إشارة إلى التعذيب أو التنكيل بجثته مثلا؟ توقع المغردون أن يوجه أردوغان أصابع الاتهام لمسؤولين سعوديين لكنه لم يفعل حمل المسؤولية لخمسة عشر سعوديا ولأطراف من دول خارجية لم يسمها هنا تجدر الإشارة إلى أن الموقف السعودي بعد النفي ثم التشكيك اعترفت الرياض بوفاة خاشقجي بسبب شجار داخل القنصلية وهذا ما قاله عادل الجبير وزير الخارجي أن القيادة السعودية لم تكن تعلم بالعملية المارقة الذين قاموا بهذه الفعلة قاموا بها خارج نطاق سلطتهم تم ارتكاب خطأ فادح وما فاقم الخطأ كان محاولة التستر عليه أردوغان وجه ستة أسئلة إلى السعودية تحتاج إجابات لكي يغلق هذا الملف هذا الملف نهائيا أسئلتهم لماذا جاءوا إلى إسطنبول ما هي مهمتهم وبأي تعليمات سافر هؤلاء إلى تركيا لماذا كانت تصريحاتكم متناقضة يا سعودية لماذا أيضا لا نعرف مكان الجثة أين اختفت لماذا فحص هؤلاء القنصلية قبل يوم واحد من اختفاء خاشقجي ومن هو المتعاون المحلي التركي الذين تقولون إن الجثة سلمت لها العاهل السعودي وولي العهد استقبل اليوم عائلة خاشقجي نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لهذه المصافحة على تويتر أيضا من المعلومات المستجدة ما قاله عمر عبد العزيز الناشط السعودي في كندا هذا ما قاله عمر لموقع يورو نيوز إنه قبل اغتيال خاشقجي كان يعمل معه على مشروع اسم المشروع النحلات بيز يهدف للكشف عن الحسابات الدعائية التي تديرها الرياض في مواقع التواصل الاجتماعي على الجانب الآخر من الأزمة الدولية الآن هناك في المملكة العربية السعودية يقام مؤتمر اسمه مؤتمر دافوس الصحراء افتتح أبوابه في السعودية اليوم كما كان مقررا له على الرغم من مقاطعة العشرات من المسؤولين الغربيين والوزراء بسبب هذه القضية